وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية بعض الاشتراطات الاحترازية لفتح المنشآت التجارية خلال فترة السماح بالتجول للأنشطة التجارية المسموح لها بالعمل وشددت أيضا على التزام المراكز التجارية بهذه الإجراءات للحد من انتشار هذا الفايروس نتابع بعد السماح للمراكز التجارية بممارسة عملها حددت أمانة منطقة الرياض اشتراطات احترازية لفتح الأنشطة التجارية خلال فترة السماح بالتجول وفق نظام الدولة وفي الأوقات المسموح بها والنطاق المصرح به أمانة الرياض وضعت 13 شرطاً لعودة آمنة للمراكز التجارية ووضعت 18 شرطاً إلزامياً لجميع المنشآت المشمولة بقرار السماح بمزاولة العمل وأكدت الأمانة ضرورة الالتزام بهذه الشروط بالإضافة لتعليمات الدولة وأجهزتها المختلفة كما أنه في حال ورود أي تعليمات إضافية بالإغلاق أو بحضر التجول يجب الالتزام بها مباشرة ويسمح بفتح المنشآت التجارية بعد التزامها الكامل بجميع الاشتراطات حيث تتولى إدارة المنشآة التأكد من الالتزام الكامل بجميع البنود من الموظفين والمرتدين وفي حال رصد أي مخالفات للتعليمات سيتم إغلاق المنشآة مباشرة على أن تتحمل الإدارة كامل التبعات القانونية والعقوبات التي ينص عليها النظام لقناة الإخبارية محمد السهيان